بسم الله الرحمن الرحيم بقول لي العصابة بتاعة محمد مرسو الشاطر ما تعيطوش انكوا هتفضلوا الشهر ده بالنسبة لكو شهر عياط المصريين فرحانين والسعداء وانتوا تعيطوا كل يوم وكل ليلة وكل دقيقة ليه بقول كده انبارح والنهار ده ولسه احنا مستمرين ان شاء الله حتى نهاية رمضان بإذن الله تعالى اسرار بتطلع لاول مرة وفيديوهات بتطلع لاول مرة انبارح الفيديو بتاع الشاطر اللي بيهدد حرق امن الدولة ينزل مليون واحد عشان يحرقوا او يدي ورقة فيها اسماء ضباط عشان يمشوهم من جهاز امن الدولة والنهار ده حضرتك كمان بتشوف الشاطر مع مرسي مع بديع مرسي ومرسي قاعد وسط بديع الشاطر زي كيس جوافة عارف كيس الجوافة قاعد مرسي يعني رئيس الجمهورية محمد بديع بيتكلم والشاطر بيتكلم والاتنين بيخططوا ومرسي قاعد وسطهم ولا معتبرين انه رئيس جمهورية هم الاتنين بيتكلموا ويردوا على بعض وطبعا داسوا في السلافيين محمد بديع قالك ايه قالك السلافيين دول شرازم قالك دول مش حاجة واحدة دول كل واحد ومجموعته وبدأ خيارة الشاطر يتكلم كمان على ترتبات اللي بيتتم طب هنعمل ايه ومرسي بص كيس الجوافة بالزبط قادي بديع وقادي مرسي هو بصوا قاعد قاعد نين في الكورسي ازاي شايف حضرتك قادي كان مكانة مرسي بالنسبة لإخوان اللي كان بيحكم مصر شوفوا الإخوان بيتعامل ازاي معاهم ده بديع كان قاعد معاه سعد الكتاتني وسعد الكتاتني بتكلمه على السلافيين ونعمل قال له يعني هنعمل يوفط الشوارع ونقول احنا والسلافيين هو فيه كلام زي كده قال له هي امتى احتفالات اكتوبر قال له يوم بعد بكرة تقريبا حاجة كده قال له طيب عايزك شوف للدكتور مرسي على التليفون يعني مرسي بقولك كانوا بيعملوه بمنتقه اهو ده اللقطة ده المفترض يقوم بدور سعد الكتاتني مع محمد بديع للإرهابين طبعا وبيقول له بيشرح له على السلافيين والزعلانين قال له نعمل لهم ايه يعني قال له في الاخر ايه وهو قايم قال له شوف لي دكتور مرسي على التليفون المرشد بيحتقر محمد مرسي خلي بالك الموجود ده حقيقة ما جرى وما كان يجري ولو انت مش مصدق بعد شوية وريك الفيديوهات اللي تؤكد حضرتك هي هما كانوا بيعملوه في البلد كان بفكره ازاي هو طبعا لما الشاطر رح قابل الفريق اول عبد الفتاح السيسي في مقر المخابرات الحربية والاستطلاع وزير الدفاع رح له وقال له عايزين نعمل حضرتك بتخيل خائرة الشاطر وخالد الصاوي ابدع ابدع في وياسر جلال ياسر جلال ما عرفتش عامل موضوع ده ازاي انا تاني بقول ما عرفتش عامل حكاية ده ازاي ياسر جلال بارع في الفن وتقديم الرسالة فرا خائرة الشاطر المخابرات الحربية يلتقي وزير الدفاع الفريق اول عفتاح السيسي زي ما حاكم بتشوفوا كده واحنا زي ما بتشوفوا وبيتكلموا على الشراكة ونتعاون مع بعض والجيش وانتو الجيش واحنا كمان وعندنا خبرات كبيرة عظيمة في حاجات امور كثيرة جدا طبعا سياد الرئيس زي ما حاكمش كده قاعد يسمع وبعدين قال تقريبا الباج مواندس جعان خائرة الشاطر قاعد يهري يهري وقت طويل جدا والرئيس قاعد زي ما طبعا قاعد بنتكلم وشايفين وبنركز طبعا بيشوف الحكاية وهنسمع الحكاية مع بعض كانت الجملة اللي بدأت على فكرة كان هناك عدة لقاءات ما بين الفريق اول عفتاح السيسي وخائرة الشاطر في لقاء كمان واتمنى هذا اللقاء اللي هو كان يوم 23 ستة 2013 اتمنى طبعا لسه دوره مجاش ولكن اتمنى هذا اللقاء يكون زي ما بقول كده كما شرحه الرئيس عفتاح السيسي من كفير الرئيس قاعد ازاي فريق قاعد الجيش قاعد العام وزير الدفاع لما يوم 23 ستة والرئيس اتكلم وحضرتكو اكيد لكن اذكره لكم ده احد ده اللي هو اللقاء اللي كان لقاء لقاء الناري لقاء الحسم يعني زي بقولوا كده اللقاء الرئيس ايه خلاص يعني خلص فيه الموضوع لما قال له هاجب لكم مقاتلين من سوريا ومن افغانستان ومن ليبيا عشان يقتلوكم قال له عشان يقتلونا ورد عليها الرئيس قال له ايه اللي هيرفع السلاح هشيله من على وش الارض وكانت الخلاصة ده اللقاء يوم 23 اللي قدامكم ده كان قابل كده اللقاء ده كان اعتقد ربما في قبل ابريل قبل ابريل 2013 و 13 لقاء ده قبل ابريل 2013 يمكن بعد سيئة الرئيس تولى بشوية اللقاء خير اتشاطر مع وزير الدفاع تعالوا نسمع بس عايز اوريكم عشان بس الدولة كمان والدولة ورجال الدولة طب اسمعوا